مرحبا أصدقائي تحياتي إلى الجميع أولاف شولتس تصريحاته صارت متشددة وتثير الجدل حول قضية الهجرة وحول رغبته بتسريع الترحيل اليوم كان لأولاف شولتس تصريح جديد لمستشار ألمانيا بخصوص الهجرة أو الهجرة وأثار جدل واسع بشكل كبير بألمانيا فقد دعا في مقابلة مع مجلة ديرش بيغل إلى تسريع وتيرة عمليات الترحيل إلى خارج ألمانيا للأشخاص اللي خلصت إقامتهم أو اللي عليهم أمر ترحيل وقال يجب أن يرحل كل من لا يحق له البقاء بألمانيا وقال أولاف شولتس أن الهجرة غير المحدودة تشكل خطر على نظام الرعاية الاجتماعية بألمانيا يعني المقصود هو نظام مساعدات السوسيال أو مساعدات الجوب سنتر وأضاف أن الحكومة مسؤولة عن ضمان استقرار المجتمع وهذا يطلب بعض الحزم الحزم هو المقصود هنا بتسريع ترحيل اللاجئين اللي خلصان إقامتهم أو اللي عليهم أمر ترحيل وأوضح أولاف شولتس أن الحكومة تعتزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات قريبا رح تصدر مجموعة الإجراءات لتقييد الهجرة بما في ذلك حماية الحدود الأوروبية زيادة المراقبة على الحدود الداخلية وتخطط لجعل إجراءات الترحيل أكثر كفاءة وأكثر سرعة ولقيت هذه التصريحات اللي هي تصريحات بلهجة جديدة لأولاف شولتس معهدنا أولاف شولتس بهكذا نوع من التشدد والحزم تصريحاته لقت ترحيب كبير من مختلف أجهات بالحكومة الألمانية فمثلا حزب ميركل اللي هو الحزب الحاكم السابق أيد هذه التصريحات وهو يدعو منذ مدة بعيدة إلى سياسة هجرة أكثر سرامة واعربت لحزاب اليمين المتطرفة مثل البديل عن تأييدها لتصريحات شولتس يعني نواب بحزب البديل هم راضين الآن على أداء المستشار أولاف شولتس ويجدون أن يتحول بالاتجاه الصحيح بالمقابل قوبلت هذه التصريحات والتشدد الجديد من قبل شولتس بانتقادات شديدة ولكن من التيار اليساري اللي يترنح الآن بشعبية لا تتعدى الخمسة بالمئة اعتبر نواب يساريين أن اللي يريد أولاف شولتس هو أمر غير إنساني وغير عادل منظمات لحقوق الإنسان عربت عن قلقها من هذه التصريحات اللي يتشدد أكثر بسياسة الهجرة وتسريع ترحيل من انتهت إقامته هذا الكلام يبين أن القادم سيكون أصعب بالنسبة لقضية الهجرة وترحيل اللاجئين والمساعدات الاجتماعية اللي يحصلون عليها فمن يريد أن يبقى بهذا البلد ذكرتها بالفيديو السابق يريد ريح باله فسارع بحصولك على الإقامة الدائمية أو الجنسية وأعمل بدوام كامل ومن لا يريد أن يبقى بهذا البلد فهو حر ويجب أن يتحمل مسؤولية الطلاعة على هذه التطورات بألمانيا ننتقل أصدقائي للموضوع التالي قبل أن ندخل بالتفاصيل اشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك حتى يوصلك كل إشعارات القناة أول بأول ليس بعد يوم أو عشرة عيام من الواضح أن الأحداث السياسية والإنسانية يمكن أن تتعقب لاعبي كرة القدم حتى خارج الملعب هذا الأمر يبدو واضح في حالة النجم الفرنسي الجزائر الأصل كريم بنزيمة اللي واجه انتقادات حادة من الحكومة الفرنسية بعد تعبيره علنا عن دعمه للشعب الفلسطيني في ظل القصف المستمر من إسرائيل على قطاع غزة حيث اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانين اتهم كريم بنزيمة بالارتباط بجماعة الأخوان المسلمين الجماعة محظورة بفرنسا والسبب هو لهذا الاتهام أنه قام بالدعاء للشعب الفلسطيني بعد أن دعا كريم بنزيمة تم اتهامه بأنه ينتمي لأخوان المسلمين بدأ هذا الجدل بعد ما نشر كريم بنزيمة اللي عمره 35 عاما اللي حاليا يلعب في نادي الاتحاد السعودي كان لاعب بريال مدريد ولاعب بالفريق الوطني الفرنسي تغريدة على موقع اكس سابقا تويتر بالأسبوع الماضي بهذه التغريدة هو عبر عن دعمه لسكان غزة وقال كل صلواتنا موجهة لأهالي غزة اللي أصبحوا ضحايا مرة أخرى لقصف ظالم لا يميز بين النساء والأطفال هذا اللي قال كريم بنزيمة وزير الداخلية بسبب هذا الدعاء قال بنزيمة ونحن نعلم ذلك علانية بأنه مرتبط بجماعة الأخوان المسلمين والأمر ليس جديد بل ملاحظي من مدة طويلة أنا ليس دفاعا عن كريم بنزيمة ولكن لما شخص فرنسي مرتبط بجماعة تعتبر بالنسبة لفرنسا جماعة أرهابية ليش تتركوه وانتو تعرفون من مدة طويلة هو مرتبط إليها على سبيل المثال ليش ما تحاسبوا ليش فقط لما تعاطف مع قطاع غزة تم تجهيز هذه التهمة على شكل يبدو كأنها جاهزة بشكل فوري أحد المتحدثين باسم وزير الداخلية الفرنسي قال أنه عندنا دليل بأن كريم مع الإخوان المسلمين هو أنه بكذا لعبة مع الفريق الفرنسي رفض يعني غني النشيد الوطني الفرنسي في بداية يعني بعض المباريات الدولية ودعم المزعوم حسب ما يقولون لمنشورات لنجم الفنون القتالي الروسي اللي هو خبيب نور محمدوف اللي دعا إلى تشويه اللي رسموا الصور الموسيئة للنبي محمد في مجلة شارلي أبيدو الفرنسية وقد دعت فاليري بوايه اللي هي عضو مجلس الشيوخ عن إقليم بوش ديوغون بفرنسا إلى سحب الجنسية الفرنسية وحتى جائزة الكرة الذهبية اللي حصل عليها كريم منزيمة بالعام الماضي الفين واثنين وعشرين لأنه كان يعني أفضل لاعب بالعالم ب الفين واثنين وعشرين فهي تريد أن تسحب منها هذه الجائزة كونه يعني ينتمي للأخوان هذه الحجة أو التهمة الجديدة ويردون سحب الجنسية منه بسبب هذا الأمر وقالت النائبة لا يمكننا قبول أن يشوه أو يشوه مواطن فرنسي معروف دوليا اسم فرنسا بالشكل اللي يقوم به كريم بالوقت الحالي وحتى يخون بلاده بهذه الطريقة كيف يتعاطف مع ضحايا القصف هذا القاسي متصلب المشاعر شلون تتعاطف مع المدنيين تلاحظون أن القصة كلها بسبب دعاء للناس اللي تعرضون القصف من جانبه كريم بنزيمة نفع أي علاقة إلا بجماعة الإخوان المسلمين وعنده محامي متمكن اسمه هيوغ في جي اي قال المحامي أن كريم لم يكن لديه أبدا علاقة بهذه الجماعة وأنه يفكر باتخاذ إجراءات قانونية ضد وزير الداخلية الفرنسي بسبب التشهير اللي وصف المحامي بأنه تشهير زائف وأوضح أيضا أن بنزيمة كان يعبر ببساطة عن التعاطف الطبيعي مع ما يصف الكثيرين بأنه جرائم حرب ترتكب في غزة يعني دون أن ينتقص من رهبة الأعمال الأرهابية هو يعني ما تكلم بشيء عن اللي صار بإسرائيل فقط تعاطف مع ضحايا القصف موضوع التالي أصدقائي أثارت الأحداث الأخيرة اللي وقعت في ألمانيا اللي ضمنت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين الفلسطينيين أثارت جدل واسع حول مصطلح الآن تتكلم بوسائل الإعلام الألمانية هو مجتمعات موازية في ألمانيا المقصود بيها مجتمعات إسلامية موجودة بداخل ألمانيا من جانبه اتهم رئيس كتلة الاتحاد المسيح الديموقراطي بالبرلمان الألماني اللي هو يوهان ديفيد فادنجول اتهم المسلمين بتشكيل مجتمعات موازية هو قال أن هذه المجتمعات يجب إيقاف في المقابل حذر المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا من أن المسلمين بالبلاد يتعرضون لاتهامات عامة وإحكام مسبقة غير صحيحة وطالب المجلس بإمكانية انتقاد تصرفات إسرائيل في قطاع غزة دون خوف من اتهام المنتقدين بدعم الأرهاب قال المجلس المركزي للمسلمين أن المسلمين في ألمانيا يتعرضون للتشهير والتخويف من قبل بعض السياسين والإعلاميين واتهم بعضهم بينشر معلومات كاذبة حول موقف المسلمين من أمور أساسية مثل العنف والأرهاب وأضاف المجلس أن المسلمين في ألمانيا اداموا بشدة الهجمات اللي صارت بداخل إسرائيل اللي راحوا بها ضحايا وشددوا على أهمية احترام القانون المؤسسات الديموقراطية وقال المجلس أن الدفاع عن حق شعب بالعيش بكرامة أو تقديم التعازي في ضحايا الحرب لا ينبغي أن يعرف على أنه تحريض أو تمجيد للأرهاب وفي إشارة إلى رغبته في إظهار التضامن مع الشعب الإسرائيلي رئيس المجلس المركزي المسلمين في ألمانيا اللي هو أيمن مازجيك ينوي أن يعمل زيارة لكنيس يهودي اسم سوقات السلام برلين مساء يوم الجمعة ننتقل الموضوع التالي أصدقائي أسعار المنتجين بألمانيا تنخفض بمعدلات قياسية وهو دليل آخر على أن الغلاء اللي نعيشه واللي شفناه بالعام الماضي وهذا العام بطريقة إلى النهاية تراجعت أسعار المنتجين اللي ينتجون ويبيعون اللي ينتجون للمحلات تراجعت أسعارهم بمعدل تقريبا 15% في شهر سبتمبر وهذا تم وصفه بأن أكبر انخفاض بتاريخ ألمانيا من بداية تسجيل الإحصاءات اللي حصلت بسنة 1949 وحسب بيانات المكتب الفدرالي للإحصاء في مدينة فيز بادن بألمانيا فإن هذا الانخفاض يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الطاقة اللي انخفضت بنسبة 35% على أساس سنوي وانخفضت أسعار السلع الوسيطة 10.8% بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 7.8% وتأثر أسعار المنتجين على أسعار المستهلك اللي هو إحنا سكان البلد واللي تعتبر من أهم العوامل اللي تعتمد عليها سياسة البنك المركزي الأوروبي ونتيجة لارتفاع التضخم قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بشكل كبير على شكل مرات عديدة منذ الصيف الماضي ومن المتوقع أن تستمر أسعار المنتجين بالانخفاض مما قد يؤدي إلى أنه يوصلنا هذا الانخفاض وندفع أسعار أقل لما نشتري السلع الاستهلاكية لكن من المهم الملاحظة أن هذا الانخفاض قد يكون مؤقت لأن يمكن أن ترتفع الأسعار من جديد إذا حصل لا سامح الله مثلا صدمة بالسوق أو ارتفاع أسعار النفط أو اندلاع حرب جديدة وهذا السيناريو للأسف الآن مرجح بالوقت الحالي هذا الموضوع يكون صدنا النهاية إشاء الله تكون استفادية وتحياتي لكم مع السلامة